هذه الفتاة اسمها جو يوان تسكن في حي شوني في بكين تعمل في مجال الإنترنت وهويتها الأخرى عاشقة الخانفو تقول إنها تحب ارتداء الخانفو في حياتها اليومية والعملية عرفت أن الإسم الكامل للخانفو هو الملابس والإكسسوارات التقليدية الخاصة بقومية خان وهي الملابس والحل التقليدية التي يلبسها أبناء قومية خان منذ بداية حضارة الصين حتى أواخر عهد أسرة مين الملكية وأوائل عهد أسرة تشين الملكية ارتدت ملابس خانفو لأول مرة عام 2008 ووقعت في حبها لثلاث عشر سنة لاحقا اشترى جو ما يقرب من مئة قطعة خانفو لديها العديد من ملابس خانفو التي تتراوح أسعارها ما بين المئة وآلاف اليوانات ملابس خانفو ويقرب من ملابس خانفو لذلك قد يترى جو ما بين الملكية لديها العديد من الملكية كيف تترى جو ما بين الملكية؟ سأخبرنا أن هذا النوع من الخانفو تم صنعه على غرار ثياب التقليدية الخانفو بطراز تم إحياؤه وهي تلق بالمناسبات الرسمية لكن الأكمام الواسعة والتنورة الطويلة تجعلها غير ملائمة للحياة اليومية لديها العديد من خانفو عقدت جو يوان صداقة مع الكثير من عشاق خانفو وثقافة التقليدية وأكثر ما يحببنا فعله هو التجمع لدراسة ثقافة ملابس خانفو يوانا عشاق خانفو بعضهم طنباو とئ فلواند PAWU و當然 تعمل着 الخانفو وما قائل قطع ملابس سلون أن تعرف انا هو وهناه كانت لديك هد possibility است Hur250 حياز ينشfach ان نحن في البيع ثمmeизًا يقوله عندها محرك ه카 انا كان عمل سيسم سيسم درجة انه درجة عام شجات من انهان اشتركوا في القناة